سباب آلام الدورة الشهرية عن السيدات هم كان اما يكون اختلال في الهرمونات اللي يؤدي لهذا الآلام الدورة الشهرية ولا يكون بعض المرات واحد المراض يسمى بطانة الرحم المهاجرة هذا المراض هذا بالأخص ما يكون الآلام للدورة الشهرية لم يكن ابتدائية ولا تنوي كانت واحد فترة المرأة لا يوجد آلام للدورة الشهرية وعبدت تجيها بصفة حادة كثيرة هذا المراض هذا هو السبب وهذا المراض هذا يتطور مع المدة يمكن أن يعطيه صعوبة في الإنجاب ويكتشفون الكثير من النساء الذين يأتيوا ويعرضون بصمع لنا بعد أن أدوز فترة وليس في الحش في التوصول للحمل يمكننا أن نصيب هذا المراض بطانة الرحم المهاجرة الذي نكشف عليه بالجراحة بالمنذار السوريوسكوبي وهذه الجراحة بالمنذار في نفس الوقت تمكنها من شخيص ويتمكنا من علاجه بالنسبة للفتيات التي نقولها في سن بازال صغير غالباً يكون لديهم آلام دورات الشهرية وقليلاً فيهم يمكنهم أن يناولون أقراص الآلام من ثقاء نفسهم وهم الأفضل يشاوروا الطبيب لكي يكون لديهم تشخيص مؤكد السبب الآلام ويكون علاج ملائم في الحالة ديرام